شبح التوقعات والتحليلات يطارد أسواق النفط العالمية ويهدد الاستقرار الذي وصلت إليه بعد اتفاق العاصمة الجزائر التاريخي بتسقف الانتاج حالياً الأسعار سجلت قفزة نوعية حيث يلامس البرميل الواحد خمسة وخمسين دولار قيمة تضمن على الأقل للحكومة الموزنة بين السعر الحقيقي والسعر المرجعي الجديد المعتمد في قانون المالية 2017 والمقدر بخمسين دولار للبرميل لكن رياح التوقعات لم تستبعد سيناريو سقوط جديد للأسعار في المرحلة المقبلة وهو ما يحتم على الحكومة الجزائرية لإسراع في الخروج من التبعية لأسعار النفط أشمر اللاتية حيث يمكن أن نتعام قليلاً ننزل في رجل النهائي جيش ينتهي لذلك يومانه سيارة سيارة للمساعدة سرنا في لاكتبار سنوان النهائي سيارة يساعد على 30 دولار أو يوضع سيارة سيارة أستاذ الأن موزع لكن هذا الأن هذا الناس سيارة لنزل سيارة سيارة لنجزل سيارة سيارة المفترنت هذا السيناريو يستند على إغراق محتمل لسوق النفط من طرف الولايات المتحدة الأمريكية بغازها السخري الجاهز للتسويق حاليا إضافة إلى ارتفاع مساهمة الصين في الانتاج العالمي كل هذه التطورات تضع الحكومة الجزائرية أمام خيارين حتميين حسب الخبراء الأول بناء هيكلي اقتصادي لا يعتبر النفط أحد أبرز محاوره والثاني دفع مشاريع استعجالية لإنشاء مراكز لتكرير النفط محليا من أجل خفض كلفة الانتاج وبالتالي وجهت ويا خفاض على مستوى الأسعار